السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متواجدين في فعالية ناج الطيران السعودي في المندسة جايبين اكثر من نوع لطيارات شراعية طيارات الفردية وطيارات شخصية موجودة هنا عندكم هادي احضنوا مع الطيارات هاي الطيارة الاولى عندكم هنا الطيارة الثانية طبعا سمول امير فوق يحلق اذا قرب ينصر لفوق هنا عندكم الطيارة الثانية عندكم هنا الطيارة الثالثة فردية صغيرة شو كيف من جوا ايضا ايضا بس هي عائلين على أسفل العائلة الوارفة لنصورها كان هناك طايمة صغيرة وعلى ناس المرسيدة وعلى ناس المرسيدة هناك مراوح وعلى ناس المرسيدة وعلى ناس المرسيدة وعلى ناس المرسيدة وعندكم هناك عندكم هناك بعض وعلى ناس المرسيدة طبعا هناك 3 طيارات وهنا 4 صغيرة هناك الطيارة الخامسة وين عندكم الطيارة السادسة فهنا خلالة الحدوش وكذلك فهناك ثبت وعلى ناس المرسيدة بسوطت في ورسوة وضع قرارة وعلى ناس المرسيدة بسنو وهناك كان يمنع على مكان على مكان وهناك من اجمال لأنهم مرة ترجمة نانسي قنقر 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 هناك النوعية الصغيرة طبعا هنا فعلية ستصير بعد يوم أو يومين اسمها فاست لاين بس إلى الآن ما بدأوا فيها هناك النوعية الصغيرة نأخذ لك هذا البريد خاصة بنادي العزيز الضيران هنا مروح الخارجية هذا المروح الرئيسي حقها هنا عندكم الداخلية حقها وهذا ما بدأنا عندكم هنا طيارة الأمير والشباب اللي كانوا مرافقين معه شوفوا هنا عندكم كده هذه الأولى اللي كانت تطير وهذه الثانية اللي جنبها عندكم هنا الطيرات الثانية اللي هي واحد اثنين ثلاثة اربعة كمان شوفوا عندكم هذه برضو عندكم هذه الطيارة كمان هنا عندنا الداخلية حقها تشوفوا مرحل هنا وهذه الطيارة تكونوا واقفين عندها شايفين كيف شكلها عندكم هنا برطيارة كالية. والحين نسلونا الداخلية حقتها. وعندكم الطائر الثاني لبعدها. وناخذ لكم كمان الداخلية حقتها الآن. وهنا هذا الطائر اللي ما دل كيف جاية. الضائر جايبينها بالغرض من ناحية المستودعات. ما يتبعها. قديمة قديمة كده مرة كلاسيكية. فهذا الوحيدة توقع الانسان بحين الناس تطلع فيها. شكاف قديمة. عندكم شكاف من تحت. قديمة قديمة مرة نشوفوا عندكم كيف. وعندنا هنا اخر طيارة خلاص كده. هذه الطيارة الأخيرة. وهنا الداخلية الأخيرة حقتها طبعا كلها شاشات. تقريبا توقع هذه احدى الشيء. لان لوحة القيادة كلها شاشات. وكده خلاص. هذه جولة كاملة وسريعة. على معرض الطيران الشراعي والطيرات الصغيرة. في المندسة. هناك عندكم مخيمة الأميرة. هذه باختصار هذه الفعلية. اللي حاب يجي يضرب مشوار من المدينة. ويجي يتصور هنا. هي هذه الفعلية. عشرة تضرب مشوار وتقول والله ضرب مشوار وهي تستاهل ولا لا تستاهل. هذه الفعلية باختصار. هذه الطيارات عندكم. بس. هذه الفعلية باختصار كامل. اللي حاب يضرب مشوار ويجي. هيضرب مشوار على هذا الشيء فقط. اللي عنده حواية. اللي عنده حاجة كده. خلاص صورنا لكم الموضوع بالكامل. هذه الفعلية بالكامل. في المندسة. والتصوير اليوم. الجمعة. خلاص كده اشوف ما في شي اصور خاص. شايف اننا صورنا كل شيء. صورنا كل الطيارات. وفي نفس الموقع هذا حيكون ان شاء الله بعد اسبوع. الفعلية حقة التفحيط والدرفت والاشيادية اللي اسمها فاست لاين. لكن الان كده فعاليتنا بالكامل. ما في اي شي جديد. ما في الا هذه الطيارات انت شايفينه قدامكم. وهذه الطيارات اللي كانت تحلق هناك شايفينه. بس. الطيارات سمو الأمير. لا زالت في الجو. بس اذا نزل وجاه هنا ممكن نقدم نصوره. لكن حاليا هو فوق. وبس. وهذه الفعلية عندكم باختصار كامل. اذهبوا. طبعا هنا زي ما انتم شايفين برضو عندنا استعراض الخيول العربية الاصيلة. في نفس الموقع اللي فيه فعالية نادل الطيران السعودي جايبين كده مجموعة خيال السعوديين ومدري هذا شو كده معارف يطلع حتى المصور راحل وكده يا عمي اطلع وورينا كيف تخيلك بلاش الحركات هذة اللي ما لها داعي وبس انت شايفين كيف الناس هنا مبسوطة لكن للأسف القيام شكيف كله مهجورة وفارقة فما ادري ايش السبب ليش التنظيم كان بهذا الشكل اهو برضو لسه في محاولات وهذا الثاني اللي جاء مقطوع يعني مدهش الفعالية دي واحد معارف يطلع والثاني اللي جاء حق الخيل اللي تبعه مقطوع وما في وسائل الامن وسلامه وكل واحد طالع بكيفه فبس هي هذة الفعالية يعني هذة فعالية صاحبة لنفس الموقع اللي فيه معرض والطيران السعودي وبعد شويه كمان هنأخذكم على بعض اللقطات اللي فيه الطيرات الصغيرة هذة اللي بد يسموه طيرات شراعية وليش يسموها هتكون في المقطع الجاي وعندكم هنا نكمل برضو الشباب بيغير الجو كده علينا فيه مقطع تاني بعد شوي شوفوا عندكم في هذا المقطع برضو شكيفو حركات بلعاب بلعاب شكيف بيقمى 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 يعني ما شاء الله حركة خطيرة كده بطلع على المتاحة هو بس صلى الله وبركاته وكده نجون ان شاء الله في الهدفة تانتولدنا ويقاكم في تفتيات قادمة بحول الله تعالى سلام